لغز إذا قمت بحله ربما قد تكون من الأذكياء كان رجل غني يعيش لوحده في منزله لكن هذا الرجل كان يعاني من الشلل النسفي أي لا يستطيع تحرك قدميه أو الماشي لذلك أي شيء يريده يتم توصيله إلى بيته يوم عيد الشكر دهب عام بمطعم ليوصل الديك الرومي إلى منزل هذا الرجل وعندما وصل إلى باب المنزل لاحظ أن الباب مفتوح بشكل جزئي فقام بدفع الباب فوجد صاحب المنزل ملقى على الأرض في بركة من الدم الجاف قام بالاتصال بالشرطة فحضرت على الفور قام الشرطي بمعاينة مكان الحادث حيث وجد على الأرض علبتين من الحليب وصحيفة يوم الاثنين ونشرات إعلانية وفي نفس اليوم تم القبض على القاتل فمن هو وكيف عرفه الشرطي؟ هل أنت مستعد؟ كما هو معلوم عيد الشكر يكون دائما يوم الخميس فغياب صحيفة يوم الثلاثة والأربعاء يدل على أن بائع الصحف هو القاتل الحقيقي فهو لم يحضرهما لعلمه أنه لا يوجد من يقرأهما شكرا على المتابعة راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم من أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة اشتركوا في القناة